نظم قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين محاضرة عن دور الإعلام في تصحيح المفاهيم بحضور جمع من المهتمين بالشؤون الصحفية والإعلامية مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين إذ نستضيف فيه الأستاذ ليث الجنيدي الذي سيحدثنا عن دور الإعلام في تصحيح المفاهيم وتجربت وكالة الأناضول في هذا الميدان والأستاذ الجنيدي صحفي ذو خبرة متمرس في العمل الصحفي حاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية وكانت رسالته بعنوان كيف تتعامل وكالات الأنباء مع اللاجئين الأزمة السورية انموذجا وتحدث المحاضر الصحفي ليث الجنيدي من وكالة الأناضول للأنباء عن دور المراسل الصحفي في إيصال الصورة الصحيحة للأحداث فأساس نجاح أي مؤسسة صحفية تكمن في صدق إيصال المعلومة الخبرية لمتلقيها إذا أنك تعودت في شغلك في عملك المهني في عملك الصحفي على الصدق الأمانة الدقة الموضوعية راح تستمر يعني الحمد لله رب العالمين الأناضول في الأردن الكل يعلم بأنها هي مصدر لكل وسائل الإعلام في الأردن أنا مراسل وحيد للوكالة في الأردن منذ انطلاقة القسم العربي والكل يستعين بوكالة الأناضول في الأخبار لدينا العديد من المشتركين من وسائل الإعلام نحن لا نضخم وأنا ذكرت للدكتور قبل بدء المحاضرة لا نضخم في الخبر انتقي مفهومك انتقي المفردة التي تكتب بها الخبر نص الخبر مهم جدا وعن مفاهيم الصحافة والإعلام بيّن الجنيدي أمثلة في صياغة الخبر وضرورة التفريق بين الإيقاف والاعتقال وبين التدافع والاشتباك وعدم التلاعب بالمفردات لضمان المصداقية والمهنية والحرفية الإيقاف يختلف عن الاعتقال الإيقاف لفترة معينة ساعة قد ينتهي بانتهاء الفعالية أما الاعتقال يستمر لوقت معين ربما لأيام ربما لأشهر ويكون هناك تهمة ضد المشارك فالمفهوم مهم جدا المفهوم يعني يوجه دفة الإعلام في المؤسس العالمية انتقاءك للمفاهيم انتقاء المفاهيم الصحيحة أساس نجاحك يعني عندما ذكرنا في صفات المراسل الناجح القدرة على الكتابة القدرة الأدبية المقصود فيها ويرى الجنيدي أن المنافسة هي رأس مال المؤسسات الصحفية والإعلامية وأن وكالة الأناضول للأنباء تعد إحدى أكبر خمس وكالات عالمية فهي تبث بثلاث عشرة لغة تتقدمها العربية والتركية وتنشر 1650 خبرا و2300 صورة يوميا ولها 41 مكتبا حول العالم بإعلام رصين وطاقات مثابرة ترجمة نانسي قنقر